وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أوضح سعادة العقيد محمد علي النعيمي مدير إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية أوضح أبرز الأهداف التي يتم العمل عليها لتحقيق إنجازات ملموسة في مجال مكافحة المخدرات وفي مقدمتها الشراكة الأمنية المجتمعية للتصدي لمخاطر هذه الآفة من المعلوم أن سيد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخل المقر قام بتجديد الإصدار الثاني من الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك خلال العام الماضي 2022 بعد أن حققت النسخة الأولى نسبة نجاح بلغت 97% وبلغ عدد لجمال المبادرات والإصدار الثاني 222 مبادرة ويختلف محتوى كل مبادرة حسب الجهة المتعلقة بها لكن الهدف النهاية شراكة أمنية مجتمعية لتصدي لمخاطر المخدرات ومن المؤكد أن تلك الخطة جاءت برؤية وطنية في المقام الأول وثانيا تنفيذ لسياسة المكتب العربي لمكافحة المخدرات والجريمة والاتفاقيات الدولية ترجمة نانسي قنقر